السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم وصحابي حبيب عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير بطنية حلوة اوي انا هعملها للبيبي لكن انت تقدر تعملها ليكل كل واحد في العيلة تعملينه بطنية جميلة اوي بصي هي تقيلة وبصي وشها زي ظهرها تمام البطنية حلوة اوي الكنار بتاعها جميل تقدر تعملها بالالوان اللي انت عايزاها تقدر تعملها بسادة وسادة زمان عاملها كده تقدر تعملها بسادة وجنجاها هتبقى تحفة وجميلة يعني لو تعمل سادة وجنجاها وانت بتعملها ليه كنتو هتبقى في منتهى الجميل لكن بالنسبة للبيبي عشان انا عملها البيبي فانا عملتها ايه لبيبي ولد فانا اخترت الوان تليق مع الاولاد زي ما انت شايفة بصي الكنار بتاعها تحفة وجميل وكمان هي جميلة جدا وتقيلة اوي اوي البطنية حلوة وسهلة وبسيطة بصي انا بوريك انا متبقها بصي على اربعة زي ما انت شايفة بصي عشان ايه حجم الكاميرا يبان تمام البطنية حلوة جدا وسهلة اوي 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 لاخواتنا المبتدئين لو انت بتعرفيش تعمل غرزة العمود وغرزة الحشو هتقدر تعمل معي البطنية الحلوة دي لان انا مش عاملة فيها غرز كتير غرزة عمود غرزة عمود بلفتين غرز حشو سلاسل فقط لا غير انا مش عاملة اكتر من كده يعني هي معمولة من غرز المبتدئين عملة الجمال اللي انت شايفة ده وهم حاجة عندي الكنار التحفة ده الكنار تقدر تستخدمي على اي حاجة هشرح لك الخطوات خطوة بخطوة هشرح لك ازاي تثبطي الكنار بتاعك وتعمليه بشكل جمالي حلو وهقولك المقاسات وقولك كل حاجة بس انت تقدري ما تلتزميش بمقاساتي تقدري تكبري على ما انت عايزة زي ما قلتلك تقدري تعمليها كمان رانا على السرير او بطنية على السرير لأولادك من ايد مامي شغل جميل اتمنى ان انا هتعجبكم يلا بنا نشوف الخمات والادوات اللي احنا محتاجناها وما تنسيش تشترك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بقدمه يلا بنا على الشرح تعالوا نتعرف على الخمات اللي احنا هنشغل منها البطنية الجميلة دي انا هتشغل بخط برينس ستار كلاسيك الخط ده معقول وتعتبر اسعاره نوعا ما معقولة البطنية كبيرة وتقيلة واختخد كتير يعني هتدفي في اجواء الشتاء البيبي وكمان البطنية دي مش شرطة للبيبي بس انا هبعملها كمان انت ممكن تستخدميها لكو انتو شخصيا وانت قاعدة قدام التلفزيون تدفي انت او اولادك تعميله كل واحد فيهم بطنية يتدفى بها هتبقى جميلة جدا وشيك اوي 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 وهتشوفيها وبعدين ممكن تكبريها بالمقاس اللي انت عايزين المقاس اللي انا هعملها به متر وخمسة في متر وخمسة الخيط اللي انا هستهلكه كمية الخيط اللي انا هستهلكها استهلكت ربعمية وخمسين جرام من دي وربعمية وخمسين جرام من اللون الابيض كمان احنا الابرة اللي هنستخدمها تعالي نشوف هو هيقول ابرة رقم كام هو هنا بيقول لي ابرة رقم اربعة في الكروشي فانا هشغل بابرة رقم اربعة ونص خط سلسلة البداية فقط سلسلة البداية فقط عشان الشغل مبقاش مقوص معي وبقى مفروض اما بقيت الشغل نفسه هستهلكه او هشتغله بابرة رقم 4 دي كميات الخيوط اللي احنا محتاجينها والابرة اللي احنا محتاجينها والكميات وطبعا كل ما تكبري هتحتاجي ايه خد زيادة كل ما هتصغري هتحتاجي خد اقل انا مكبراها شوية عملها كبيرة شوية قلت عشان بعد كده لما البيبي بطر يتلافي فيها لان احنا مثلا في موسم الشتاء وخلصنا الموسم اللي جاي ممكن البيبي ما يحتاجيهاش فانا استهلكها انا لولاد الصغيرين هم قاعدين قدام التلفزيور كده يتدفوا بيها تبقى جميلة حاجة من شغل ايد مامي كده تبقى حل وقوي يلا بينا نشوف شغلنا هنبدأ شغلنا باللون اللبني او لو هنزل اللون اللي انت هتعمليه اعملي بيه وبالابرة الايه الكبيرة اللي اربعة ونص هنعمل خط السلسلة بس هعمل حلقة البداية وبعدين هبدأ اعمل سلاسل عدد يقبل اسمه على اربعة تمام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة ده كده تكرار واحد اتنين تلاتة اربعة التاني واحد اتنين تلاتة اربعة كده التالت واحد اتنين تلاتة اربعة كده تكرار الرابع واحد اتنين تلاتة اربعة كده تكرار الخامس انا هكتفي بالمجموعة دي عشان اباينلك بس ايه البطانية عاملة ازاي بعدين أزود واحد أنا عملت البطنية أصلا عملت التكرارات اللي انت شايفها دي تلاتة وتلاتين تكرار يعني عملت تلاتة وتلاتين أربعة عشان تكوني عارفة المقاس بتاعي أنا عملته إزاي بعد كده نشيل الإبرة الكبيرة ونجيب الإبرة بتاعتنا رقم أربعة اللي هنشغل بها شغلنا بعد ما عملنا ارتفاع زيادة غرزة بعد ما قولنا عدد يابا الإسم على أربعة زائد واحد هسيب الغرزة الأولى وارح للغرزة الثانية هعمل غرزة حشوة وبعدين اللي بعدها حشوة والغرزة اللي بعدها هنعمل حشوة فكل غرزة هنعمل غرزة حشو هكمل السطر بتاعي غرز الحشو كده هيبقى معي أنا عدد يابا الإسم على أربعة مظبوط لأن الغرزة الزيادة اللي احنا عمناه كانت ارتفاع الغرزة الأولى خلصت السطر الأول وهنا قبل ما تتنيل للسطر الثاني هقولك نصيحة أولاً تجيب المتر وتقيسي المسافة اللي انت عايزها وتشوفيها هل المقاس اللي انت عايزها ولا لأ لأنه قلنا خط السلاسل مش بيدينا المقاس اللي احنا عايزها وكان ممكن في بداية السلاسل تزودي عزد من السلاسل شوية عشان لو انت حستي انها سيارة شوية يبقى عندك فائد من السلاسل تكمل عليه لو حستي مش محتاجة السلاسل فوقيها دي أول نقطة النقطة التانية لازم تتأكدي ان عدد الغرز بتاعتك أربعة 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 عدد يقبل اسم على أربعة قبل ما نتنقل للسطر التاني بعد كده هرتفع غرزة ودايماً الغرزة مش معانا في العدد هلف الشغل هروح للغرزة الأولى هعمل غرزة حشو وفي الغرزة التانية حشو وفي كل غرزة من الغرز السطر التاني هنعمل غرزة حشو تمام كده هكمل السطر لحد الآخر خلص السطر كله هنعمل مع بعض آخر غرزة غرزة حشو ولما هسحبها مش هسحبها بالخيط اللبني هسحبها بالخيط الأبيض اللي أنا هلون به اللون التاني يبقى احنا كده عملنا سطرين من اللون اللبني وسحبنا الخيط باللون الأبيض واصحب إيه أقفل عليه كده هجيب فتلة البداية بتاعت اللون الأبيض أرتفع عليها غرزة أحبكها كده ومش معي في العدد هلف الشغل دايماً انتبهي بقى هقولك إيه السطر الأبيض دايماً هيبدأ معي البداية بتاعتي بثلاث غرز حشو واحد اتنين تلاتة زي ما بدأ معي السطر الأبيض بثلاثة حشو هينتهي معي بتلاثة حشو طالما انت عامل العدد بتاعك مظبوط يقبل اسمه على أربعة اللي هو غرز الحشو الأولانية بعد كده الغرز اللي جاي الغرزتين اللي جايين الغرزة دي والغرزة دي مش هشتغلهم من هنا هشتغلهم من تحتهم من هنا شايفين من تحتهم من هنا هلف الخطعة الإبرة ومش هنزل في الغرزة الأساسية هنزل في الغرزة بتاعت السطر اللي قبله هعمل عمود بلفة هلف الخطعة الإبرة وارح الغرزة مش هروح من مكانها الطبيعي هنزل تحت في السطر التحت اعمل عمود بلفة كده عملت اتنين بعد كده هروح للغرزتين التانيين هشتغلهم من الغرز العادية أو من السطر العادي هعمل غرز حشو ادي واحد اتنين يبقى قلنا دايما السطر الأبيض هيبدأ معايا بتلاتة حشو بعد كده تكراري هعمل اتنين عمود من السطر اللي هو اللي قبل السابق بعد كده اتنين حشو من نفس السطر هنزل في الخطعة الإبرة هكرر مش هشتغل من هنا هشتغل منين من تحت من تحت السطر السابق هعمل غرزة عمود بلفة والغرزة اللي بعدها مش هنشتغل من هنا هشتغل منين والغرزة اللي تحتها عمود بلفة وما تشديش الشغل أنا خليتك تعميل عمود بلفة مش حشو عميق يعني أنا كان ممكن أخليك تعميل حشو عميق تمام بس الأخوات اللي بيعمل حشو عميق بتتشدي معاهم فبقوم الشغل يقوص فأنا قلت عمود بلفة أفضل نكرر تاني الغرزتين اللي جايين هيبقوا غرزتين حشو واحد اتنين اللي بعدهم هنعمل عمود بلفة عميق يعني عميق يعني مش بشغل من نفس السطر بشغل من السطر اللي تحته السابق هدي عمود التاني بعد كده اتنين حشو من السطر العادي بتاعي واحد اتنين بعد كده هنعمل اتنين عمود بلفة غرزة عميقة تمام واحد اتنين هنلاقي آخر السطر عندي باقي تلاتة واحد هنعملهم حشو عادي اتنين تلاتة يبقى أنا بدأت التلاتة حشو ونهيت بتلاتة حشو هرتفع غرزة ومش معايا في العدد ولف الشغل السطر اللي جايد هيبقى سطر حشو عادي كل غرزة هتبقى معايا غرزة حشو عادية من السطر العادي كل الغرز سواء هي حشو او كانت عمود عمود عميق يعني هنعمل غرز حشو في كل غرزة تقابلني لحد نهاية السطر خلصت سطر الحشو آخر غرزة مش هصحبها باللون الأبيض هجيب اللون الأبيض بس شايفة هجيبه ازاي وارح رفع الخيط اللون اللبني بس وانا برفعه ما شدهوش اخليه على قد ارتفاع السطور بتاعتي واسحب غرزة بعد كده شد اللون الأبيض كويس على الغرز هرتفع غرزة ومش معانا في العدد أنا قلتلك أن الأبيض الخيط الأبيض هيبدأ بثلت غرز حشو الخيط اللبني هيبدأ بغرزة واحدة حشو في الغرزة الأولى هلف الخيط عندي الغرزتين دول مش هشتغلهم من الغرز العادية هشتغلهم منين اللي هو العمود العميق هسيب الغرزة الأساسية أو السطر الأساسي وانزل فين شايفين الغرزة التانية اهي شايفين اهي هنزل اعمل عمود عميق الغرزة اللي بعدها برضو عمود عميق مش هشتغل من الغرزة دي هنزل اشتغل من ايه من السطر الحشو الأولاني في الأبيض تمام بعد كده اللي كانوا اتنين عمود عميق دولا هعمل فوقهم حشو عادي يعني أنا بعمل تبادل هدي ايه حشو اتنين نكرر هنا بقى واضح ان عندي اتنين كانوا حشو عادي فهعمل فوقهم اتنين عمود عميق هسيب السطر وانزل للسطر اللي تحته هعمل عمود الغرزة اللي بعدها برضو هنعمل عمود بعد كده اللي عمود العميق هنعمل فوقهم اتنين حشو عادي واحد اتنين نلف الخيط اللي كانوا حشو عادي هنعملهم ايه اهو بدل ما هشغل هنا هشغل من السطر اللي تحت اتنين عمود عميق اللي اتنين عمود عميق هعمل فوقهم اتنين حشو عادي من السطر العادي بتاعنا دول كانوا حشو هيتعملوا اتنين عمود واحد اتنين دول كانوا اتنين عمود هنعملهم اتنين حشو واحد اتنين الثلاثة الاخرانين دولا هيتقسموا ازاي اول اتنين هيتعملوا اتنين عمود عميق واحد اتنين وهنتيه بوحدة حشو زي ما بدأت بوحدة حشو هرتفع غرزة ومش معيها في العدد والف الشغل السطر ده بنعمله ايه؟ سطر الحشو فكل غرزة قابلنا سواء هي عمود او حشو هنعملها غرزة حشو هكمل السطر كله لحد الاخر غرز حشو خلصت سطر غرز الحشو واخر غرزة مش هصحابها باللون اللبني هجيب اللون تحت ايدي كده وابدأ اجيب اللون الايه؟ الابيض وانا بارتفع واسيب المسافة لها الارتفاع لازم ما شدهاش اخليها ايه؟ على قد السطور عشان تبقى في الجنب هنا مريحة سحبت باللون التاني الابيض هرتفع غرزة ومش معيها في العدد هلف الشغل انا قلتلك ان سطر الابيض بيبدأ بايه؟ بثلاثة حشو فهاخد الغرزة الاولى حشو والغرزة التانية حشو والغرزة التالتة هنعمل غرزة حشو بعد كده هنكرر هلف الخيط هاخد الغرزتين اللي جايين دول مش من السطر العادي بتاعهم هنزل تحت هاخد من السطر اللي تحته هعمل ايه؟ غرزة عمود عميق مش هدخل من هنا هدخل من تحت هعمل عمود عميق هتلاحظ الابيض فوق الابيض بعد كده دول كانوا اتنين عمود هعمل فوقيهم اتنين حشو عادي واحد اتنين بعد كده دول الغرزتين دول هيتعملوا عمود بس مش هيتعملوا من السطر هيتعملوا منين؟ بالسطر السابق عمود التانية بعد كده اتنين حشو فوق الاتنين عمود اتنين عمود فوق الاتنين حشو بسي اهو مش هاخد من السطر اخد من السطر الايه؟ السابق واحد اتنين الاتنين عمود هنعمل فوقيهم اتنين حشو واحد اتنين الاتنين حشو عادي هنعمل فوقهم اتنين عمود عميق من السطر السابق وبعدين هننتهي اخر تلاتة بتلاتة حشو احنا قلنا السطر الابيض بيبدأ بتلاتة حشو هرتفع غرزة ومش معي في العدد ولف الشغل والسطر اللي جاي سطر حشو كل الغرز عندي بعملها سطر حشو هكمل السطر الاخر خلصنا سطر الحشو واخر غرزة مش هنسحبها باللون بنسحبها باللون الثاني هرتفع غرزة وقلنا مش معانا واللي في الشغل هنتي شايفي بص الشغل عامل ازاي هعملك التكرار اللبني ده احنا قلنا اللبني بنبدأ بايه بغرزة واحدة حشو مش كده ادي اول غرزة بعد كده هعمل غرزتين عمود مش بشغل قلنا من السطر بنشغل من السطر الايه اللي السابق اللي تحت منه هدي كده عمود التاني فوق الاثنين عمود هنعمل اثنين حشو من سطرنا العادي واحد اثنين بعد كده دول اثنين حشو مش هعملو من السطر العادي بتاعنا هنعمل منين من السطر السابق اللي قابله واحد اثنين بعد كده دول اثنين عمود هعمل فوقهم اثنين حشو واحد اثنين بعد كده اثنين عمود من السطر السابق واحد العمود التاني بعد كده اثنين حشو عشان هم هفوق الاعمدة بنعمل تبادل ما بين اللونين بعد كده اثنين عمود من السطر السابق عمود عميق دول اثنين حشو بعد كده اثنين عمود عميق وهننتهي بواحدة حشو زي ما بدأنا بنرتفع غرزة ومش معانا في العدد وعلى الظهر بنعمل ايه؟ بنعمل غرز حشو كل السطر لحد نهاية السطر تبدأ يتبدلي اللون الابيض هتكملها كده لحد اخر السطر واخر غرزة هتسحبها باللون الايه؟ الابيض اذكرك تاني اللون الابيض بيبدأ بتلاتة حشو تمام وينتهي بتلاتة حشو اللون التاني بيبدأ بواحدة حشو وينتهي بواحدة حشو واللون الابيض بيبقى عكس اللون اللبني طبعا انت بتقدري تتعملي جزي ما قلت لك اي لون انت عايزته لو انا عملنا مثلا طول البطنية هنا مثلا مترا فبتقدري توصلين لحد طول مترا لو انت عامل تسعين في لغاية تسعين عمودة تسعين حسب ما أنت عميلي البطنية زي ما قلتلك كده ممكن ما تعملشرب فentar يو بورن ممكن تعمليها اليك انت او لاولادك يبقى لكل واحد واحدة باللون اللي هو عايزه واللون اللي يحبه. هخلص كده البطانية وتعالي نشوف احنا عملنا ايه. خلصت شغل البطانية بتاعتي وكده كاني هسحب باللون انتهت باللون اللبني. وصحبت الخيط الابيض. بس تعال اقولك على حاجة. احنا كنا عملنا العرض اللي في البداية. كنا عملناه. اربعة وتسعين او خمسة وتسعين سنتي. تمام. اهو. حوالي نول تمانية وتسعين كمان. فهنا لما انا عملت انتهيت عملت مية اتنين اه عملت مية اتنين وتسعين سطر. والمية اتنين وتسعين سطر برضو عملوني نفس المقاسة. مش هنقس بالمتل. انا هعمل حاجة تانية. هعمل ده كده. اهو. انا كل اللي عملته. ان انا اس ده قد ده. الطول قد الايه? قد العرض. تمام? اهو. ماشي. طبعا حتى لو طلع قلي شوية فهو ايه? دي الخطوط دي بت ايه? بتتشد شوية. فكده مية وتسعين سطر وعشان نقدر نزبط العدد بتاعنا. نبدأ نشتغل بقى شغلنا هنلف الاطار داير ميدور. فطالما الوش ده يبقى انا ايه? هلف هنا. هلف على الاسطر. مش هلف على الغرص. لو انت اللي مختارة ان ده اللي يكون الوش. فانت هتلف ايه? من هنا فوق كل غرزة هنعمل غرزة. فهنا انا هبدأ الف الايه? على العرض. عايز اقول حاجة. احنا دلوقتي لما كنا عملنا البداية هنا عملنا مية اربعة و تلاتين غرزة. فانا عايزة المية اتنين وتسعين سطر دول يعملوا معي مية اربعة و تلاتين غرزة. عشان الطول يبقى ادي العرض. فانا هدخل هنا في الغرزة دي. هعمل غرزة حشو. وبعدين غرزة سلسلة عشان هلف في الجنب. يبقى الغرزة الحشو دي كأنها اخر سطر ايه? اخر غرزة هنا. هلف هنا. هاجف نفس الغرزة اعمل غرزة حشو. احنا بس عايزين ايه? عشان نداري الشغل بتاعنا اللي احنا عاملينه والوسطات اللي احنا عاملينها دي. هعمل ايه? انا عندي مية اتنين وتسعين سطر. المية اتنين وتسعين سطر عايزة اعمل منهم مية اربعة و تلاتين غرزة. المية اتنين وتسعين سطر انا عايزة اطلع منهم مية اربعة و تلاتين غرزة عشان الطول يبقى زي العرض. فهعمل ايه? انا محتاجة ان انا هنا اعملهم السطور دي مية اتنين وتسعين مية اربعة و تلاتين. فانا عملت غرزة هنا في الاول. هاخد الغرزة التانية. وبعدين التالتة السطر التاني والتالت. اعملهم غرزة واحدة. يبقى انا كده عملت ايه? غرزتين في تلات غرس. مش كده. بعد كده الغرزة الرابعة هعمل فيها غرزة. الغرزة الخامسة او سطر الخامس والسادس هعملهم مع بعض. وبعدين الغرزة السطر السابع غرزة. يبقى كل سبع غرس كل سبع سطور هطلع منهم خمسة. تعالي نقرر. هناخد الايه السطر الاولاني غرزة. وبعدين التاني والتالت هعمل لهم هعملهم في غرزة مع بعض. وبعدين الرابع غرزة. وبعدين الخامس والسادس مع بعض. وبعدين السابع غرزة. كده هيطلعولي مية اربعة وتلاتين غرزة. نقرر تاني. السطر الاول غرزة. ما انا باخد سبعة سبعة مش كده. وباخد الخد ده اشطب عليه. السطر التاني. والتالت هنعملهم غرزة واحدة. الرابع هنعمل غرزة. الخامس والسادس غرزة. وبعدين السابع غرزة. نكرر. الاول هنعمل غرزة. التاني والتالت هنعملهم غرزة مع بعض. الرابع غرزة واحدة. الخامس والسادس. والسادس غرزة. وبعدين السابع غرزة. تعال نكرر تكرر تاني. السطر الاول في السبعة اللي جايين غرزة. التاني والتالت هنعملهم مع بعض. عزيز صدور صغيرة. ماشي. كده احنا عملنا الاول والتاني والتالت. هنعمل الرابع غرزة. الخامس والسادس هنعملهم غرزة. وبعدين السابع غرزة. نكرر سبعة كمان مع بعض. الاول سطر الاول في السبعة اللي جايين غرزة. التاني والتالت هنعملهم غرزة. الرابع غرزة لحاله. الخامس والسادس هنعملهم غرزة. وبعد كده السابع غرزة. شايفين? وطلع مفروضة وجميلة ازاي? هتكراري بقى كده كل السبعة تعملوهم مع بعض. طيب حصل معاك وان فيه فلتة غرزة منك او فلتت منك حاجة في النص. ممكن تاخذي احنا مش بناخد مثلا الرابع. الغرزة الرابعة بناخدها غرزة لحالها. خدي ايه? خدي غرزتين مع بعض. دي بقى انت هتخذي تلاتة جنب واحد. حاولت وصلنيهم في نصف البطانية. بس هي هتمشي معاك بالوضع ده حلوة قوي. هتكملي كده لحد ما لدى للركنة التانية. اهم حاجة ان انت تعد الغرز في الاخر بتاعتك. لازم تكون متسوية العدد الغرز ان انت بدأت بيها السلسلة في البداية. خلصت السطر بتاعي. وزبطت عدد الغرز بتاعتي. لقيت هنا في الاخر انا لو كنت اشتغلت دي اه دي كانت غرزة. وبعدين هنا غرزتين. لقيت نفس هيبقى عندي العدد اقل. فاشتغلت الاتنين دوري الاخرانيين غرزتين. وبعدين في الاخر هنا في غرزة. كده انا تمامت المية اربعة وتلاتين غرزة. تمام? يبقى ازا ايه? انا احتاجت ان اخد اتنين جنب بعض زي ما انت شايفة في اخر السطر. بعد كده عشان نلف هنا. هنا الغرز بتاعتنا عدلة. فهعمل غرزة واحدة. وبعدين هرجع تاني في نفس الغرزة الاولى تاني. هشتغل غرزة تانية. ما هي الغرزة الاولى ومشتركة ما بين الدلع ده والدلع ده. هنا بقى مفيش عندي مشكلة خالص. هشتغل فوق كل غرزة. هشتغل غرزة حشو. طبعا ده سطر البداية ببقى متعب شوية. تمام? هنا احنا زبطين المية اربعة و ثلاثين غرزة بتاعنا. طبعا انت حاولي تاخدي من ايه? من الحرفين عشان تبقى ايه? متينة معاكي. سطر البداية ده بالزات. هيبقى ايه? غرزة الحشو فيه متعبة شوية. معلش. تمام? هنا عنديش مشاكل خالص. حمشي فوق كل غرزة غرزة. انا عندي المية اربعة وتلاثين غرزة. تمام? يما لغاية ما نوصل لاخر غرزة. هنعمل اخر غرزة. وبعد كده نعمل سلسلة. ونرجع نكرر تاني الكرة تاني. 지كل سبع غرز. بعمل منهم خمسة. باخد الاولى. تمام? وبعدين باخد التانية والتالتة مع بعض. وبعدين باخد الرابعة الوحدة. الخمسة والستة مع بعض. وبعدين السبعة الوحدة. تمام? نفس اللي انا عملته في السطر ده. نفس اللي انا عملته والتقسيمة اللي عملتها في السطر ده. يبقى هتخلصي هنا الشغل هنا. لغاية ما توصل للاخر غرزة. هتعملي غرزة فرق. وبعد كده هتعملي غرزة هتعمليه كل سبع سطوره هتعمليه خمسة. لغاية ما تخلصي الركنة التانية. برضو عند اخر غرزة. لو احتجتي اتنين مع بعض وخذيهم. وبعد كده هتعملي غرزة. هتعملي اخر غرزة. وبعد كده هتعملي غرزة. وبعد انتلفي هنا الغرز بتوعك ال 134 غرزة. تمام? وبعد انتعالي بقى نبدأ مع بعض السطر تاني. عشان نقفل هنا. ما تنسيش ان احنا اخر غرزة هنا عاملنا. يعني هتعملي في اخر حاجة مئة تاتة وتلاتين مش مئة لبعض تاتين. ان انت عامل الغرزة الاخيرة. تعال نقفلها ونبدأ سطر جديد. خلصت السطور بتاعتي داير ميدور. تمام? غرزة الحشو. وكل السطور عدتها وتأكدت ان انا مزبوطة في العدد. ودي اخر غرزة احنا كنا عملنا الغرزة الاولى. هدخل فيها. الغرزة الاولى ديت. وهسحب غرزة منزلقة. هروح فرقنا مش احنا كنا فرقنا عملنا غرزة. هدخل فيها. وهسحب غرزة حشو. وهعتبرها ارتفاع. وبعدين غرزة كمان. كده اموت. كده ارتفاع عمود. الحشو والغرزة. هعمل عمود جوه كمان هنا. ما بين العمود والعمود غرزتين. فهعمل واحد اتنين. يبقى انا عملت الحشو ارتفاع وتلاتة سلسلة. هلف الخيط وانزل جوه الركنة تاني. نعمل عمود تاني. ودي كده الركنة بتاعتنا. بعد كده هلف الشغل وتتأكدي برضو من شغلك هنا. انه كل الخطوط نفس العدد مية اربعة وتلاتين غرزة. هعمل فوق كل غرزة حشو انا عملتها. هعمل غرزة عمود بلفة. فوق كل عمود. نعمل عمود بلفة. ونتأكد من العدد بتاعنا. عشان برضو لو عندنا غرزة زيادة ولا حاجة ممكن نروح عملينها كده. شايفين? كده. في النص كده. تمام? نعمل بالشكل ده. لو عندك ايه? غرزة زيادة تأكليها في النص كده. بس انا بالنسبالي اتأكدت ان غرزة مزبوطة. فحتشان كده انا همشي فوق كل غرزة حشو انا عملتها او قسستها. همشي غرزة عمود. تمام? هخلص كده لحد الركنة اللي جاية. وتعالي نشوف هلف شغلنا ازاي? خلصت السطر بتاعي. اللي هو غرزة العمود فوق كل غرزة حشو. بداية الركنة للركنة التانية. وهنا دي اخر غرزة اللي هي الغرزة بتاعة الركنة. هنعمل فيها برضو غرزة عمود. عمود بلفة. بعد كده عندنا بقى الركنة اللي هي كاتل غرزة. هنعمل فيها عمود. احنا كنا عملنا ارتفاع. واتنين سلسلة. فانا هنا عملت العمود. وهنا اتنين سلسلة. هرجع في نفس الركنة اعمل عمود تاني. بعد كده فوق كل غرزة حشو زي ما عملت في السطر ده. برضو هعمل هنا في السطر ده. وبردو اعد الغرز بتاعتي. واتأكد منها. تمام? هتفضل يباشى كده الحد الركنة التالتة بنفس النمط. وهتجي تعملي الركنة زي الركنة. في الركنة بنعمل ايه? عمود. اتنين سلسلة عمود. وتكملي الجنب التاني. اللي هو التالت. بعد كده في الركنة. التالتة برضو هتعملي نفس الركنة ديت. وبعد كده هتخلصي الشغل. وتبدأي لحد غرزة البداية. احنا كنا عملنا الركنة. تعالي بقى نقفلها سوا. والحد هنا احنا هنخلص الجزء الاول. والسانين ان شاء الله في الجزء التاني عشان نعمل الكنار الجميل ده ونكمله. لان الكنار حلو قوي. ومميز. وزا ما قلتلك الكنار تقدري تستخدمي الحاجات كتير. لو انت ما اشتركتش في القناة يا امر من فضلك اشتركي واضغطي على زر الجرس. عشان يوصلك اشعار بكل جديد. انا بقدمه. وانتظريني ان شاء الله في الجزء التاني. بازن الله بكرة هيكون موجود. لان البطانية زي ما انت شايفة هي خلصانة. فان شاء الله غدا هتلاقي الجزء التاني امرات. ما تنسيش تتابعيني وتشترك في القناة وتفعلي زر الجرس. عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بقدمه. والى لقاء اخر في حلقة قادمة ان شاء الله.